قبل ما نحكي عن كيف ممكن بالفعل من خلال العلاج الإنعكاسي نزيد من تركيز الأبناء وكننا عم نسألك أنا ورندا كمان الكبار يعني بقدروا يعمروا هاي التماريد بنا نوضح أكتر ونذكر بالعلاج الإنعكاسي كتعريفه هو من أقدم أنواع الطب البديل نعم هو علاج يدوي طبعاً يطبقه المعالج على مناطق معينة في الدسم إما الإيدين أو القدمين أو الوجو والرأس طبعاً زينا ذكرتي هو علاج كتير قديم إلى ما يكون الأقدم طبعاً يطبقه دائماً عامة الناس بشتروا عليها بطريقة يدوية باستخدام زيوت أو كريمات بشكل طبيعي طبعاً الهدف الرئيسي أنه أعيد مرنجة الدماغ بطريقة هاي أنا بحس تحت الجل الترسبات معينة تظهر عندي هاي الترسبات تعطيني انطباع على المشكلة الصحية سواء في أعضاء الداخلية أو في الدماغ أو في العضلات وإلى آخره فلما نشتغل بطريقة ممنهجة وبسيطة إحنا هون ساعدنا المريض أو أي شخص عنده مشكلة أنه يحسنها أو ينتهي منها نعم ينتهي منها رائع طيب خلينا نبدأ اليوم بطريقة العلاج لزيادة التركيز طيب حي يوقفون شوي هلا زي ما تفضلت مهند أنه ممكن ينعمل على الأقدام الإيدين أو الوجه والرأس طبيعاً الحال هلا إحنا بفضل طالما عشان يعني يكون إشيء سهل للناس نعم يعني يمكن أن يطبقها على أنفسها ليس ضروري أن يطبق عليها لو فرض نحكي على الأطفال على سبيل المثال أنا في عندي هنا المنطقة على جانب فوق الأذنين بالضبط في عندي هنا خطين هذين خطين لازم أنا عشان أعملهم تحفيزة منطقة الذاكرة والتركيز أستعمل شوي الزيت خفيف أعطوه على إصباعي لازم زيت أحسن يعني يفضل حتى أنا حشت على فوة الراس فاللي سيصير عندي هون حيبتاعل هون شوي اللي حعملوا أنا على الجهتين بهذا الشكل بدي أفرك فروة الراس مش هلفني أحرك الشعر بس لازم أوصل لفروة الراس أن هنا قشرة الدماغ فيها هنا النهاية العصبية الموصورة مباشرة في المنطقة فأنا اللي أشترى عليها بشكل مستمر لمدة دقيقة متواصل هذا أول خط والخط التاني حيكون شوي أطول بحركات بطيئة بطيئة ما بدي أعمل هيك حتى ما أستفز طبعا أنا عم بمشي الجلد كمان أي وقت الجلد بالزبط بحرك بس كيف بدي ألاقي سوري مهند مش أصدي أقاطعك يعني كتير مهم موقع مية بالمية هلأ شوفي طبعا مساحة المنطقة هاي تفرق حسب حديث بالراس فأنا هون أنا عندي ريجن كامل عندي منطقة كاملة المنطقة هاي كل هاته لو أنا حطيت أصبعي هون أو أصبعي هون أنا خدمت المنطقة يعني مش بالدقة ها بحكو بالدقة صعب هلا بس أحيان ممكن إذا كان واحد متمرس ودقيق ممكن إنه هو يحس أشياء تحت الجلد التحرك أوكي طبعا الإنسان العادي ما راح حسها اللي ما عندما تتمرس وتتمكن من الموضوعها ما راح يشعر فيها طبعا بكل البساطة إن أنا أشتر بالطريقة هاي وأريد أفرق فيها شوي شوي طبعا إذا أتحدثي مثلا على ابني أو بنتي وعن بطبق عليها أنا بفضل تكون قبل موعد النوم آه يأطف في الضو أنا فكرت قبل المدرسة الصباح هلا هي الفكرة في الموضوع إنه أنا اللي ما أوجه الدماغ لأوامر جديدة أنا هون عم ببرمج وهو بدي ينام يرتاح حتى يشتغل أوكي فكى ردة فعل على الشغل هذا الطفل التلقائي راح يسترخي أولا سيكون منزعج طبيعي إنزعج طبيعي ما بدي بدأ ألعب بدأ أمسك التاب أو آي باد بس لا أنا جوارة بدأ أشتغل عليها بهذا الشكل شوي شي بلا شير تخي بأنت بدأت تكملي شغلك معه ونايم عادي بكل إذن قدي المدة هلا كل خط دقيقة كل خط دقيقة عم نحكي عن خطتين بها مية بالمية هاي أول منطقة المنطقة الثانية لازم التنتين مع بعض الشقتين يفضل فأنت عم تقول أفضل نيموهم عالتخل آه يعني تخطي على حضنك هيك مثلا عا كل خط وما بدي أنا ترش إنه أنا بدي أشيء سريع أستفزل بزيادة أشوف بسرعة فرجينا سرعة هيك هيك وهيك رايح جاي بإتجاهين بإتجاهين رايح جاي وخط جعفر مرتاح دلعك دائما هيك خالو هاي أول حركة هاي أول حركة حركات الثانية في عندي أبطلع الحواجب منتصف الحاجب هون بالزبط في عندي هون نقطة وزيها على الجهة الثانية فأنا حشتر على الجهتين مع بعض باجي هون أنا هون نقطة وهون نقطة بقوم بالضغط عليها بس مدة دقيقة ضغط على النقاط الضغط هذا يعني مش لمس وضغط قوي بمنتصف الحاجب بالزبط هون وهون أوك بعدين بس أخلص منها في عندي في المدة دقيقة تمام هلا باجي هون بعين على الطرف الحاجب من هون من جو ومن فوق ليه إحنا في عندي نقطة هون ونقطة هون نعرف إحنا المنكون إحنا مصدعين مجرد بالله شعور بضغط هون هي نفس المنطقة بالزبط فأنا عندما أشتر عليها هون طبعا بالمقابلة أجب أن أشتر على الجهة الثانية ممكن أشتر واحدة واحدة أو تنتهي مع بعض جائز تمام باشتر على هاي نقطة دقيقة وزيها هون كمان دقيقة صف عندي هون ثلاثة نقاط على الجيمين وثلاثة على الشمال بمنتصف الحاجب منتصف الحاجب وعلى أعلى الأنف وهون وهون وتحت بالزبط يعني أول الأنف بشوي نية المية على الزاوية هاي تماما اللي هي عند حوالينا العين بالزبط وهي المنطقة بالمناسبة هاي كهدية للناس هاي المنطقة يا جماعة لما تكون شادة عندكم فاعرفوا أنه كتافكم مجددين شادينها كعضلات صح فأنا بمجرد ما حتى ما أقوم بأنه أفرك شوي شوي فيها وأكبس عليها هتحسوا في راحة هاي آخر واحدة اه هاي آخر واحدة بالزبط اللي هون تمام هلا لما نكمل عليها هون هي في منطقة تحت العين عند عضم الخد مباشرة هون هيفرق الشغل شوي هون لازم أستعمل كريم أو زيت بدا هان على المنطقة هون واللي هعمله راح أشتر أفرك بهذا الشكل بضغط وبسحب شوي شوي هاي هين ببدا من النص من النص اه يعني إذا بدي أجي أشتر على نفسي هون هاي هيك بضغط وبسحب هيك هلا إذا كان في مشكلة فعلا هتحسوا بأشياء تحت الجلد هون هتكون أوضح اشي طعا إذا كان حدا عنده مثلا يعني مشكلة بالذاكرة مزمنة وديم كثير لأنني أحكي أطفال أحكي أكبر عمرا هتبلش هون تكون أمور واضحة عنده ترسبات حبيبات أو حتى أشياء منفوخة هاي من نسبة إلنا بشغل بالإعناج الإعكاسي إحنا هون عم نعطينا انطباعا حجم الخلل إذا كان صغير أو كبير وكمان في المقابل هاي المنطقة إذا كان فيها انتفاق بهذا الشكل فأنا بعرف أن في عندي خلال في الكلة هم مشكلة بالكلة إذا في عنا انتفاق بلمس أنا وأنا عم بشتغل عم بشتغل عم بحس فيها هاي المنطقة فيه أشياء منتفاق تحت الجل فهي انطباعا في عندي خلال في الكلة طبعا أنا لم أشتغل على المنطقة هاي لازم أشتغل على الجهة الثانية طبعا حتى أوازن وآخر خطوة هون في عندي خط مايل هون هون وهون اللي حعمله بضغط بهذا الشكل وبسحب شوي شوي ضغط وسحب طبعا هون مرح تلمسو إشيه إنه هاي منطقة عظمية أصلا بكل الأحوال ولكن التحفيز فيها مهم حتى إنه أساعد بتنشيط الذاكرة حلو طبعا أي واحد ممكن يشترع على حاله يعني مش بس نطبق على أطفال نفس التمارين بالضبط والمنطقة الثانية هون المقابلة بهذا الشكل تبدأ من منتصف الجبين وبعدين بتطلع لفوق تحت مئة بالمئة كمان دقيقة تمام هلا إذا كان واحد مستعجل أو ما بدأ مع الدقيقة ممكن يعملها يعد زي عشرين تكار عشرين مرة على كل منطقة ولكن النقاط الثابتة اللي سنكبس عليها هون دقيقة دقيقة ويفضل هون هاي أهم منطقة هاي أهم إذا خلينا نعيدهم نعيدهم أول منطقة عندي هون فوق الدان في عندي خطين مايليين خط هون وخط هون اللي حاملوها تليف راسك شوي على الجنب جعفر بليز أوكي أوكي هاي المنطقة وهاي المنطقة على الجهتين إحاني نتكلم الأفضل إنه أشترع على المنطقتين مع بعض أفرك بهذا الشكل رايح راجع إذا ما كنت متمكن خاصا مع الطفل الصغير مغلبني بثبت إيدي هون شوي مجرد لمس يعني نعم وبفرك بهذا الشكل وبخلص بطلع على الجهة الثانية أو على المنطقة اللي فوقها دقيقة على كل خط دقيقة على كل خط وخلص جهتين مع بعض هو أحسن الجهتين مع بعض بس إذا كان واحد مش متمرسي مش صعب يعني بيع منع الجهة الثانية خطين 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 دقيقة أربع دقائق وبعدين باجي عن نقاط في عيني نقطة هنا بمنتصف الحاجب ونقطة عند طرف الحاجب من هنا ونقطة تحت نعم وزيها على الجهة الثانية كل نقطة بقوم بالضغط عليها لمدة دقيقة نعم يعني هيك بهذا الشكل إذا بأطلع على هنا هاي المنطقة هون وهون دقيقة 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 بس ضغط والضغط يعني في معتقدة عند الناس أنا لازم أتوجع حتى أحسب الفايدة لا مش هيك الموضع هايات عصبية بالضبط هلا الأطفال بهذا الشغل بتجربتنا إحنا خاصة عندنا بروتوكول خاصة تعليم الأهالي يعني مش شكل تعلم عامة تمام إحنا من نعلم الأهالي تعال تتعلم واشتغله هلا الطفل بس يجي عنا بيكون هو مثلا ما بدأ أجي أنا حاسحي راح دكتور يعني ليش تغزني إبري أو كذا فلأ بعلم الأم تعالي تعلمي إيدي الأم غير مش بالضرورة تكون متمرسة حالو ولكن لمسة إيدها سيتقبل منها كمان سيتقبل منها وينبسط وينام وماما كل يوم تعالي عمريلي الأمهات اللي أجوا عندنا كثيرا يعني أنه يعني بدنا كمان أعطي علمنا كمان نعم عم نحكي إذن عند الراس عم نحكي فوق الحاجب وعند الأنف تحت العين وتحت العين ونحكي على الجبين 100% يعني هما سبع نقاط أعطيتنا هلا مناطق عنا ست نقاط هنا على الجبين وعندي خطين هون ميلين وعنا منطقتين هون تحت العين وهون على الجبين نعم هناك أشياء تانية ولكن هذه تكفي عاما أنه نساعد الأهالي على الأقل يشتغلوا هلا طلاب الجامعات أو حتى اللي بيشتغلوا في بزنس عندهم شهرهم طويلة وساعات طويلة بمجرد أنهم يقوموا بهذه الحركات خاصة عن موعد النوم أنا خلص طفيت الموبايل طفيت الضوء عندي بس بالدعم هذه الشغلات تلقائيا حيصر في عنده استرخاء أولا كامل بالمنطقة الراس هذا الحكي أنه إعادة برمجة للدماغ نحن عملا عم نوجه الدماغ نحن نحكيه يا دماغ بدي تركزي على المنطقة هاي حتى أنه نحفز الذاكرة و أنت ذكرت أنه حتى بينفع هنائم الطفل طبعا طبعا يعني إذا كان نائم نحن نخليه مستلقي تحب نجرب هيك آه مستلقي آه مستلقي آه مستلقي آه مستلقي حتى ساعات بحكي لهم إنه كان هم بيحب يلعب على التاب خليه حطوه المهم أنه يصدلوا هادي ملئ آآ آآ تمام؟ بعدها بكم يوم يعني كي أسبوع إذا كان كل يوم من الممارسة بعدها بأسبوع سيشعر فيه أن الطفل نفسه هيتطلب ماما بدي تعمليلي هيك تعمليلي المساج هذا حلو يكونوا بصوته مرتاحة لأي حلو الشغل الأهم من هيك موضوع الأكل أنا لا أدخل في أخصائي التغذية ولكن فيه نصائح معينة بسيطة بمهمة أنه أي شخص طفل أو شخص كبير عنده مشكلة في الذاكرة والتركيز وواضحة قدر الإمكان يخفف من الأملاح ملح ملح بالضبط ثقاتك تحكي سكر والسكر بيأثر ولكن أنا بحكي الملح تحديدا الملح تحديدا بيأثر عليها حتلاقي في ناس من ضعف الذاكرة بكونوا عندهم شغف للملح من غير وعي بكونوا يتوتر بأكل ملح تمام؟ تلقائيا فهو أنا بنبه عليه أكثر من شره المي وأخف من ملح السكر تحصيل حاصل طبعا لازم تنتبه عليه طبعا وفيه شغلة تاني داما بحكيها الناس أنه كمية القهوة اللي تنشرب كل ما أنا زوت كمية القهوة كل ما أنا عكست على الجفاف في الجسم هيأثر على وضاء في الدماغ فأنا مش معاته ما أشرب بس لازم أعمل لازم أخفف من الكمية حتى أنه أسيطر أكتر ما أحس يعني بكون أحيانا ضعف الذاكرة بنقص السوائل بالآخر الكافيين مدر للبول شكرا وبرضو بقى عم تخسر أنت مغنيسيوم وبوتاسيوم وصوديوم مع التبول فإن النهاية بدي أخلي دسمي محافظ على المعادن الرئيسية في الجسم فهي نصائح البسيطة حينا نطلع عليها حتى تنفيذ الناس يعني طب هلأ من النتائج اللي عم بتكون عندك بالعيادة أو بالمركز أو الناس اللي علمتهم بعد قدي بيحسوا أنه صار تركيز أفضل ممتاز هلأ بشكل عام بشكل عام بخيال شهر بشكل عام إذا كان في التزام شكل متواصل شكل متواصل في المنزل الكبار عامة ما بيحبوش يشتروا على حالهم يعني بدي حدا يشتروا عليه فهم بيجي بيأخذ بروتوكول كامل عنا وبلمس نتيجة فورية وسريعة هلأ الأطفال أسرع لا عسنال لزعب ساري التاوض بيأثر بالفعل على آآ آآ بإرخي تلقائيا هو فروة الراس مجرما أنت تمسكيها بأي منطقة في الراس الجسم كله بارتخي بطبيعة الحال بس إحنا الفكرة أنه أعرف وين أشتغل لأنه عندنا الراس مليان شغلات مربطة ومربطة في الأعصاب فأنا بهمني إن أشتغل على منطقة صحيحة حلو لأنه نحن 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 نقاط هلأ فما يخافوا الناس مثلا طلع شوية لفوق لحركة ونزل شوية تحت هي منطقة كاملة ممكن يستفيد بها بشكل رائع يعني نحن 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 السكر الصناعي نعم فورا متلقته تأتي ممتازة مش لأنه بس بيعطيه طاقة لأنه كمان عم بيشتغل على الجهاز العصبي هو بيثبت هو بيثبت عمل الجهاز العصبي والمناعي كمان وهلأ لافت بانتباه موضوع فرط الحركة بنسبة إحنا منتقدنا بشغلنا مربوط ارتباط كمان بالمناعة تحديدا الجهاز المناعة فهم اتنين فيه نقص بالتوصيل فأشانا أنا بحكي عموضوع السكر تحديدا بيثبت من عمل الجهاز المناعة راح يأثر بالمقابل على المنطقة اللي هي مسؤولة عن IQ وعن الذكاء نعم عن السلوكيات والتصرفات اللي بتلاقي أطفال مثلا بتلاقيهم يعصب ما بصيح بشد حاله بطريقة هاي هذا كمان بنفس المنطقة اللي في الدماغ هي المسؤولة على هذا الموضوع مهند كمان نستغل وجودك أسألك على الأشخاص اللي دائما بحالة توتر بتلاحظ بيكون في عندهم تشنج بمنطقة الأكتاب شو بتنصحهم هلأ احنا متطلع دائما على العضلات بمنظور مختلف شوي هلأ كل مجموعة عضلية موصولة بقى عضو معين من الجسم نعم فهلأذا ما بحكي عضلات الرقب الأمامية والخلفية هاي بتحديدا موصولة في عضو المعدة نفسها فالمعدة برضو برجه بحكي على السكر نقص المي نفس الكافيين العالية نعم وكمان انه ما في حركة تلقائنا بهمني أطلع هاي شهادة صغيرة قبل هلأ كان هون بمر في توتر عالي خاصة مثلا نصابه كورونا وتعالجوا نعم صار عندهم أعراضنا هذا النوع نعم نحن نحن نحكي عن مشكلة في الدماغ منطقة الأمامية مع مشكلة في المعدة لسه المعدة والجهاز المناعي لا يعمل بالكفاءة المطلوبة ستنزف والعلاج الإنغكاسي يكون فيه إلو دعم يعمل دعم واضح لهذا الموضوع لأنه نحن نطلع على مصدر المشكلة نحس بأن ترسوات هايوان المشكلة ونشتل عليها ونشتل على الدماغ مباشرة طبعا هون بهيك حالات نفضل نشتل على منطقة الوجه والرأس نحن نحن نذكرنا في البداية شغلنا على الإدين أو على وجه والرأس أو أقدمين أو الأقدم ولكن يعني بهيك حالات يفضل عشان نتيجة تأخذها أسرع إنه أشتل فهون على الوجه والرأس وبعدين اللي بميزها هي النتيجة إنه كل واحد بقدر كمان يقوم بهاي التمنيين المساجات لحاله 100% طب هلأ لكبار السن يعني اللي ببلشوا مثلا ينسوا أو إحنا الناس نص نص اللي ملاقيه من العجأ أو الركض مننسى هلأ نفس المناطق هاي اللي نشتل عليها حتى نأخذ نتيجة اللي بدنا إياها نعم ولكن يعني دائما فيه فرقات فردية بمعنى فيه أشياء إضافية يجب أن تعلموها أو على الأقل يطبق عليهم فبكون فيه نظام كامل يمحكي عن جلسة تقريبا ساعة ساعة بس على المناطق هاي حتى إنه نبرمج الدماغ بالشكل الصحيح فهذا نعطيه زي كيف اللي بياخد حب الدوة في البيت نحكي له هاي حب الدوة تعطيك مع الاستمرارية مع الاستمرارية طبعا كنت ذكرت نعم مهمة جدا صراحة هذه التمارين ومنذكر إنها مناسبة للأطفال والكبار لزيادة التركيز بس مش بفترة الصبح لأنه بتعطي استرخاء قبل النوم هلأ يعني هي استرخاء إحنا نحكي استرخاء لأنه الدماغ بدو يرتاح حتى يبرمج يشتغل بس أنا أحتاج في خيال النهار أني أشتغل بكفي أن أشتغل على المناطق هاي بطنشط يعني استرخاء هو يعني مش هلف أن يخافه الناس أنا بدي أنام مثلا بعدها لا مش بالضرورة ولكن أنا بدي أعطي جو معين للجسم حتى إنه استريح حتى يعطي نتيجة أحسن نعم خيال النهار إحنا بالشغل لأي ساب إن كان توتر بدو يركز شعيف يركز بس يوعد لحاله يركز وعمل حركات هاي لحاله هو لحاله فتحوا عيونه إنه هيشرر بهوه شعور رائع نعم مع الالتزام بالأوقات المحددة بساعات النوم أكيد أكيد يعني حتى الأهل اللي عم بتغلبوا هلأ بعد السهر وبعد الصيف كيف يبرمجوا أبنائهم هاي التبريد ممكن تساعدهم طبعا الكل اللي يشتغلوا عليها حكوا بالإجماع إنه النوم صار أسرع وأحسن وأبكر نعم لمسوها بشكل رائع رائع وقديش عمالنا منساعد حالنا أنه ما بناخد الأدوية وما بنعطي أوداعنا أدوية مئة بالمئة فهذا إشي طبيعي وبيسوى الواحد يطبك ومعامة الناس يعني في نوع من الكسف ما بحبوا يشتروا على حالهم بدهم إشي سريع اللي حبت الدواء خلاص بدي أرتاح بس فعلا اللي طبقوا واشتغلوا على حالهم انبسطوا علمنا كمان بدنا نشوق أشي كمان بأشياء تانية طبعا مش بس الذاكرة والتركيز وهلأ في توجه عالمي الناس عم بترجع للأشياء الطبيعية لأنه عم بتلاقي فائدتها وما في صايد افكتس اللي منحنا عادة من الليمويات والأدوية المتضمعة في المخدر بالعكس ما صحي الجسم بواعي أنه أنت عندك مشكلة هون صحيح فهو بنتبه بلاش يشتروا عليها انترنال داخلية أنه ينظف ويظبط الموضوع عشان هيك بيقوله أنه ربنا خلق جسم الإنساني شيش في حاله بحاله بس لازم يكون عندنا الأدوات واليوم أنت عطيتنا يعني معلومات كتير مفيدة شكرا إليك مهند شكرا جعفر لوجودك معنا نورتونا شكرا لخضورتهم يا بيكم ألف عافية شكرا